نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية حول ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات خلال الجلسة استعرض رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والقواعد والمعايير المهنية الرابطة لأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة كما نقش دوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات النهاردة عقدنا اجتماع في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور رؤساء التحرير المواقع الجرائد والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية أيضا بحضور عدد كبير من الزملاء اللي شغالين في تغطية مجالات الحوادث والجريمة للاتفاق على بعض الضوابط المهنية لتناول الموضوعات الخاصة بالحوادث والجريمة في الفترة الأخيرة لأن حصلت حالات بتصل إلى نشر غير صحيح وبس غير صحيح وبتنشر في الآخر الصورة بتسيء للمجتمع وعلى غير الحقيقة في الآخر كان فيه اتفاق من جميع الزملاء على ضرورة تفعيل بعض الضوابط وأهم هذه الضوابط أن النشر أو البس أو الإزاعة أو الفيديوهات اللي بتتعمل تبتعد عن التهييج وتبتعد عن الإصارة وتبتعد عن أحيانا بعض المواقع بتنشر يعني أشياء بتتعلق بفضائح وبتمسي صمعة الأسر وبتنشر صور للأطفال اللي بيتعرضوا لجرائم أو انتهاكات وكل هذه الأمور محظورة ترجمة نانسي قنقر